نص يا جماعة بسم الله الصلاة والصلاة 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 هذه المسألة اللي احنا قولنا ان احنا نديها كمثال على الفيس دا يا جرام وانا بيقول لها ان انا عندي هنا الف جرام من الكبر والنيكل اللوي وهي ملت صوت شذت ان الويت بريسنت ويت بريسنت افزة نيكل اهو ستين يعني بالاخر كده هو ستين في المية يعني من الالوي هي نيكل what is the mass of the cover if the liquid phase كيف يتم تطلع الف ومتنساليجيس طبعا يا جماعة هو لازم يادين للنقطة تندو يجب يدين الكمبوزيشن يدين الالوي وفي نفس الوقت يدين التنبرشرة عشان اقدر تطلع البوينت طبعا هيكون مديني اساسا جرافي حين اطلع عليه اليه اهي يكن انا وجد طلعت البوينت دي هلحز ان البيوينت دي اسم في النص فراه جاء ايه عمل تاي لاين بتاعي وراه جاءة منزلك اجيب الكمبوزيشن بتاع اليكو وابدأ ارسم هذه الرسمة فهيقول لك ان الالوي 60% من نيكل والالوي دي بتتكون من لكود و بتتكون من ناحية ثانية من السولد والليكود ده بيقول لك في قد ايه في نيكل 30% منه 30% لكود قصد 30% نيكل في الليكود ده وبيقول لك في السولد هم 80% نيكل في السولد ده جميل هو بيقول لك انا عايز اساسا الماس بتاعة القبر انا عايز الماس بتاعت مين عايز الماس افزا قبر الليكود طب هوا بيقول لك انزاليكود هلان انا بص على هاته دي انا مليش مدعو بالهاته دي ولكن شافها وابدأ اسعمل طبعا هنا عندي 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 طريقتين في الحل يمكن ان انا حل بنفس الجريف اللي هو مدهولي ده وقلي بالك هو مديني مين الويت بريسنت بتاعي هو النيكل مش القبر فدي اتفرق معايا فانا عندي ثلاثين اما ان احل عادي بالفيز ديجرام اللي هو مدهولي واكون مركز انا بكتب اني ارقام اما ان انا روح اعمل فيز ديجرام تاني للقبر يعني الويت بريسنت تحت يكون قبر يعني بدل التلاتين هكتب سبعين بدل الستين هكتب الاربعين ايه تمانين بدلها هكتب عشرين يعني حاجة تبقى حاجة زي كده هنا طبعا هنا الويت بريسنت بتاعتي هو القبر وهو نفس الجرافير اللي احنا لسا اسمه بس انا غيرت البرسنت شرعش هنرتاحوا انا بحيل بس مش اكتر من كده بس كده كده ايه بش تفرق انا ممكن احلا بنفس الطريق اللي هو مدهولي مهم يعني احنا نبدأ بس هنبدأ ان احنا نحل فاحنا عشان احنا عادي ان يجيب المز بتاعت الكبر في الليكويد يعني ما احنا كده مفرد ان احنا عادي ان يعرف ايه? عادي ان نعرف ايه قبر ده في الليكود ده صح والليكود ده بيمثل قد ايه من القلوي صح والله فاحنا عشان نعرف قد ايه نسبة الليكود في القلوي لازم نروح نجيب الويت بتاع الليكود جميل او الامونت بتاعت الليكود من من القلوي كلها فانروح نعمل الامونت نجيب ايه زرو بوينت فور بعد كده نروح نجيب الكمبوزيشن بتاع الليكود انا 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 اهم اني اهم بالنسبة لي هل اللي هو في البرسندش بقيت النيكوه او في البرسندش هتكبر طبعا الكبر لان هو ده اللي عايزه في السؤال هو ده اللي عايزه في السؤال فوق جميل فهبدأ اه فبعد كده هقول لك هيقول لك ان المس بتاعت الليكود هي اقوال زرو بوينت فور في الالف هيطلع علي ربعمائة جرام هدي كده هقول لك المس افزا كبر ان ذا الليكود هجيب ربعمائة جرام دول واضربهم في سبعين اه في سبعين على مية يديني متان وثمانين جرام جميل طبعا لو حد بش يعني لو هو حد بش بش حاسب ده قوي ممكن يبص هنا اكتر هنا اه هنا ممكن يدخولي هنا عسان باي ويد بقى فانا هنا مني احد الجرام prz di تك کوهم منünkü قالوا ايه بتكوهم من سلد بتتكوى من الكود فبالتالي ان فتلة مفاجه هنا بلازس بس انا عشان اقبل اجيب النسبة البداية في الالوي لازم اضرف في فاكتور يعني لازم اضرف في نسبة Highblick هقول لك مسلا نسبة الليكود مسلا 20% اه نسبة الان ان شراء باسم passed p flush طبعا انا عشان اقبل اجيب ذلك بذا القانون extermin constructor القضاء، هذا هو الوضع في الوضع، طبعا هي كأنها 40%. جميل؟ هكذا النظر ليم من الأفضل في الوضع لكي أن أستطيع أحمي نسبة الليكوود داخل المتعام. طبعا أنا أريد أن أحمي نسبة الوضع في الليكوود الذي داخل المتعام لداخل المتعام. طبعا أضع هذا pledge نسبت يمكن كي أن تعريب هذا النظر لكي أحمي نسبت يمكنك الوضع المتعامل. ممي؟ هذا ما كنت لعلتنا في المسألة. فهنا اضع لي 180 جرام. بعد كده بيقول لك خلي بالك في حاجة. النوت هنا. النوت دي بيقول لك ان الكمبوزيشن اوبر اول هو كونستانت. جميل بيقول لك ان الكمبوزيشن اوبر اول يعني انا عمري ما هاجي مرة مثلا هلأي زرات النيكل مثلا احجام متبخرة من النص. يعني من الاخر انا اصد ايه بالكلمة دي انه هو هنا لو هو هنا مديني 30% من النيكل هيبقى قدامهم 70% كبر. جميل لان ما فيش حاجة هتيجي تتمرر واحدة احجام متبخرة من النص يعني. دي حاجة التانية اصد ان لنا اللي انا اصد بيها ان النيكل يقما يكون ليكويد اما يكون سولد. مش هيروح مثلا مش هتتبخر في النص. جميل. فهو مفروض ان نفس الماس بتاعت الليكويد. اصد نفس الماس بتاعت النيكل تكون مقصومة على الليكويد والسولد. مش هلعنا مس بقى بتاعت الليكويد دي تبخرت يعني. او ش هتختفي هي في النص. فمن هزا من هزا المنوال. مفروض ان انا لما اجي مثلا اضغط اضرب. اضرب نسبة. نسبة النيكل. في العدد الجرامات اللي هو مدهالي. تديني الناس بتاعت النيكل سواء هو ليكويد او سولد. ونفس الحكاية لو كبر. فبالتالي بيقول لك ايه بقى في السؤال ده. بروف زازد الكابر. انزا ليكويد. الكبر اللي في الكويد. والكبر اللي في السولد. لو جمعتهم على بعض. يديني ربعمئة جرام. هعمل نفس اللي انا عملته هنا ده فوق. او راح جاي جاي بقى هنا الكمبوزيشون بتاعت السولد اللي هو ثمانين في المية نيكل وعشرين في المية كبر. طبعا هي من الكبر. وراح جاي بقى على طول بقى اقول لك الماس بتاعت الكبر انزا سولد. هاروح جايه ضرب الالف. اللي يلقى المثبت اللي كلها في نسبة الليكود في نسبة في نسبة مين في او الكمبوزيشن بتاع ايه بتاع الكبر مش بتاع النجل هو فده القانون قدام يطلل مئة واشنين جرام هنجمع الرقم انا على بعد هيديلي في الاخر هو مية اللي هو بيسوي ايه اللي هو بيسوي اللي هو نسبة نسبة الكبر اوفا الاور اللي هي اربعين في المية على الهندرد في الالف جميل ده حل حل التاني ممكن بقى انه رح جاء اعمل كده. رح جاء رسم ده. رح جاء جاء بال ول 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 سواء انا حسبتها بالنيكة لا او انا حسبتها بالقبر. بس طبعا هيفرق هنا في بيت السؤال بقى. هيفرق بقى لما اجيب المس افزة قبر. جميل? ماشي. طبعا انا هنا بقى هنبدأ نكمل. انا هنا جبت الفيس دي جريم ورح تجاي رسمه عادي. اه. اه. وده. جميل. انا هنا رسمته عادي وهنبدأ بس نطلع منه كم حاجة. اه. اول حاجة بس ناخد بالنا. انه جزء فوقه هنا ده اسمه الليكود. والليكود هو كل الاجزاء دي اساسا. يعني الليكود من اول السوق من اول الليكود سلاين ده. الليكود سلاين ده. كل ده. طبعا هلا هاو كدبه فوق. كل ده كل الحتة دي. كل الحتة دي من من فوق الليكود سلاين. كل ده يعتبر الليكود. جميل? كل حاجة بقى تحت السولد سلاين ده اللي هو هنا عندي كل ده. كل الجزء ده يعتبر ايه? سولد. والسولد هنا الفة. طبعا احنا بقينا الفة ليه بش اي حاجة تاني. اما في النص دي بتبقى حاجة اسمها زائد السولد. اللي هو كنا بنسميها مباستي. مهم. دي لما اجا ارسم لازم بين الحاجات دي. ولحظ هنا اساسا ان الجلف هنا اسم مقطوع. يعني الجلف ليه بقية اساسا يعني ما تعرفش بقى هل هو ليه بقية تحت و لا بس اظن ممكن يكون يا هاد ليه مختلفة طبعا عندها. جميل? دي الريفيرس ماشي. فانا هنا مفروض ان انا هنا قدامي اللي هو الفيس دي جرام طبعا هو الويد برسنتش بتاعه هنا هو النيكل. جميل? فانا هيبدأ هنا مسلا انا انا اطلع منه ايه? اطلع منه اطلع منه الكولينج كيرف. اطلع منه البرسنتش تحت الاساسي نود والسي الفا والسي لكويد. اطلع الامونت الدبيو الالفا. اطلع ميكرو استركشور والفيس. فهو ده اللي انا راجعينا عمليم تحت في الجدول اللي تحت له. جميل? فهو اول اول حتة خالص. اللي هو مثلا انا عندي هنا بيور ماتيريال. يعني انا لو جيت مثلا عندي كده في البداية. ان هو اول اول جراف خارس ده. انا هنا عندي بيور ماتيريال. اللي هو عند الف تلاتة وتمانين سيليزيس. بعيدا ارسم لها ارسم لها الكولينج كيرف عادي. وضعتنا ليه رسم هنا بالطريقة دي. يعني لما مثلا مرشي جاء رسم حتة كده صغيرة وخلاص. اه هباين ليه يعني اصدق ليه مثلا مرشي. مرشي جاي 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 مثلا رسم كده اي حاجة وخلاص هنا صغير. ليه رسمته بالطول ده كده. هباين دلوتي حاليا يعني. روحت جاي خالص عند اخر عند اخر نقطة خالص. اللي هي اعلى نقطة اللي هي بتاعت النيكل. بيور نيكل. روحت جاي رسم ايه? روحت جاي رسم كونينج كيرف. هنلاحظ حاجة بقى دلوقتي. لان جيت مثلا جبت الاريسو ده. روحت جاي مسلا ايه? واقف ايه? لكني واقف على الهروزونط اللين ده. هتلاحظ حاجة. الهروزونط اللي هو هنا ده. اللي هو حاصل فيه هنا ثبوت حراري. هتلاحظ ايه ان بقيت الكونينج كيرف وكلها فوقي. يعني اصد اللي هو الميل ده. كل ده فوقي. جميل? ليه? ليه انا عامل كده? لان مفروض ان ده كله بيتوقع على جراف واحد. يعني مفروض ان ان نفس بتاعت نفس نفس ده نفس نفس ده نفس ده نفس اللي فوق ده. جميل لان كل ده بيتحطي على وعده في الاخر عشان يدين الفيز ديجران ده. حصل ما احنا من اه. يعني زي ما انا كده هجيبها مثلا زي كده. انت هنا برضك نفس الحكاية. انت لو جيت وقفت هنا. هتلاحظ ان بقيت كل الكولينج كيرف فوق التمبرتشر دي. لو جيت وقفت انا هنا. هتلاحظ ان كل الكولينج كيرفز تحت ايه? تحت يعني عشان بابانها للناس كده. كل الكولينج كيرفز هي تحته. لان هي دي اساسا يعتبر اكس واحد. للتمبرتشر. دي الطريقة يعني دي دي مفروض الطريقة السليمة يعني عشان لما نيجا يعني. لو طلب منك ان انت ترسم يعني. يعني وبس يعني هو ده الجزء اللي انت لازم تاخد بارك منه. انه كل هنا. كل ده فوق. لو انا جيت رسمت هنا. كل ده تحت. لان دي مفروض تمبرتشر واحدة على كل. جميل. دول الاول والاخير دول مفهومش اي مشاكل. جميل يعني انا مسيلا انا لوا يجايت مثلا اه aindaه هئو هنا دول مافهومش اي مشاكل يعني خالص. بس بقى في اي اي انا رح تجيها مسلا اطلع هنا رح تجيها'ا اطلع هنا كده. وروح تجيها اي اي موقع عليه كزا تمبرتشر وبس فأقلت مثلا دي تي وان دي تو دي تي تي تلاتة النقطة دي بعد كا دي تي فور بعد كا دي تي فايف هتلاحظ ان هم هنا ممكن اسمه لكم بردك هنا كده ودي تي فايف كميل احنا مثلا لو جينا وقفنا عن دي تي وان دي هتلاحظ انه هنا ايه في الليكويد جميل ممكن مثلا ممكن نعمل بشكل غريفة هتلاحظ انه هه تي وان كله في الليكويد بعد كده مثلا ال T2 هتلاحظ انه هو بيبقيه مفروض انه هنا بيبال انه هنا على الليكويد سلاين م 一عنذا ليس على الليكويد سلاين اوه بيكون تحته بالذبط يعنيother shade عندنا كان يقابلنا المحاضرة مثلا سنجلب هذه المحاضرة ونظر على حتى هذه المحاضرة لحسنا أن الحديث من الكنيح لن أشعر ان هذه النقطة ليس على أسلعين في المحاضرة بالضبط والنقطة فوق عليه السلد من الأسلعين جميله؟ ولكن ماهي وهي مصعوب بشكل كده؟ لأنه لا يرسم على هذه الحتة فقط لا يرسم على هذه الحتة وقام لك على الصلد سليم ويقول لك مثلا ارسم لا يمكنك أن تقول لك شيئا جميل فالمهم هي حتة حتى لا تضغط فيها لذلك هي العلمة بالشيئ فالمهم هي تي وان هنروح نحن نجيب الكمبوزيشن ممكن نعمل شيئا لقد تنتي الصفحة ونحن نعمل فأنا هنا لحظ لدي هنا الكمبوزيشن كل الكمبوزيشن كل الكمبوزيشن هو 35 فكل الكمبوزيشن كل الكمبوزيشن جميل الكمبوزيشن هل هنا في ألفا؟ لا يوجد ألفا ؟ هنا الكمبوزيشته también هنا هنا الكمبوزيشن لذا هنا أذهب الكمبوزيشن الكثيرات كومبوزيشن بتاع الالفا بروه جاي واخد هروزينت اللاين واخبط في الصولاد السلاين وراه جاي لنزل ايه طبعا ما فياش حاجه هنا سابق خمسين وهنا الليكود نفس الحكاية خمسة وثلاثين هنا الالفا الامونت بتاعت الالفا هو هنا فيه الفا بس يعني قليلة جدا وده يعني ده هبينه تحت في الكريستل استركشل يعني ليه الحتة اللي انا قلت عليه ان هو ما قدرش ارسم فوق الخط الفاصل ده لان انا هنا لو هو جاي قال لي طلع كريستل استركشل مش هقدر اقول له حاجة مش هقدر اطلع له حاجة لان النقطة دي اساسا بيكون فيها الكود وبيكون فيها يعني ما تقدرش يتحدد بالزبط النقطة ايه يعني كريستل استركشل هنا فبالزبط انا باخد تحتها نقطة بالزبط وفي نفس الحكاية هنا باخد نقطة فوقها بالزبط فعشان اقدر اطلع هذا الاستركشل فعشان كده انا كاتب هنا zero point one وانا تعتبر اساسا zero فكل الحتة دي هتبقى بzero وبعد كده اجيب الامونت بتاعت الليكود اللي هي تعتبر اساسا ايه هي اللي هي تعتبر الواحد بس تكور هجي كده اساس من كريستل استركشل الpoint تعتبر الفا وده كله الليكود لاحظ بقى هنقود نعمل نفس الحاجات دي على بقية النقاط بس هوضع حاجة بسا عليهم كلهم مهم انت هتلاحظ حاجة في الكريستل استركشل ايه انه اول حاجة الليكود بعد كده بقى فيه solid نقط كده من solid بعد كده بقى كل يعني بقى فيه solid بتجمع كبير بعد كده solid بتجمع بتاعه كتر بعد كده بقى في الاخر ايه زي ما انت شايف كده كريستل استركشل بباوندري يعني بقى هنا في باوندري مهم بس هنا انه في حاجة انه في حاجة ان انا مفروض لما انا باجي مثلا اجيب المسافة دي على المسافة دي كلها القصد اللي هي الاموند اللي هي WL جميل انا لو جيت مثلا هنا تبطها ال WL اللي هي اقوى ليه اقوى للستين مينس الخمسة وتلاتين على ستين مينس تلاتة وعشرين دفعا اللي هو معمول ونفس الحكاية بقى قدامها على solid انا بس عايز يجيب الالفا بتاعت السولت فما اجيب مثلا من الستين مينس تلاتة وعشرين اعلى الجزء الاوبزت لها يعني احساسا reverse liver lure احساسا يعني احساسا احساسا يا جماعة انتم اجبتوا الصفحة دي هتلاقوا هنا اللي هو ال W بتاع الفيز equal opposite arm على total arm ودي اسمها reverse lever lure جميل لايه هنا دي reverse lever lure لايه opposite distance على total او opposite arm على ايه الارم اللي انا عايزه احساسا هنعمل بقى حاجة كده صريفة يحصل على صفحة اعرف هيا باينة عندك ولا لا لا هذه هي عزون كده ان هي باش باينة اعنيمل حاجة صريفة ممكن في طبعا اني اطاعنا الصفحة وثنية النقع يعني. فالمهم بس نتركز معه واضف حاجة. وهنا بيقول لي ايه كم كويتشن كده على على الجراف دي غير الاسئلة المعتادة يعني. هو جاي بيقول لي هنا ات خمسة وتلاتين اه اه كومبوزيشن يعني بتاع النقل. فانا كنت اوصل على اساس الرايان اللي انت راسمه ده. بيقول لي هي على طول الايه? البوينت اللي هي فوق دي اللي هو منها بيبقى اخر سولد موجود ومنها بتحاول لليكويد. فطبعا دي اللي هتبقى تي طو. جميل? وهي بيقول لك الفريزنج بوينت. طبعا نفس الحكاية هي النقط اللي هو يبقى عنده ها بيبقى كل حاجة متجمدة. جميل? خلاص عدينا سؤالين دول. بعد كده بيقول لك الكومبوزيشن اوف زا لست ليكويد. بص يا جماعة كيانا في حاجة ظريفة بقى. شايفين اللاين ده? شايفين اللاين ده كيانا في دول وقت يضع لكي ها بص يا جماعة دلوقتي ندريس مثلا اللاين ده او الكيرويد اللاين ده او الكيرويد